تب بتكلم على ويمكن اتمنى واطلب من زملائي حطولي هذه المشاهد على الشاشة مشاهد لاحتفال اهلينة في غزة بموافقة حماس على هذه السيدة هذه الصورة هذا الفيديو يجب ان يدور ويملأ العالم هذه السيدة التي تسجد لله شكرا تسجد لله شكرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الناس في غزة زي ما انتو شايفين احنا بنتكلم على 2.5 مليون بني ادم تقريبا سعداء بوقف اطلاق النار عارفين مصر قدرت انها تقدم ايه فاهمين مصر بزلت قد ايه جهد فاهمين الدور التاريخ اللي لعبته مصر علشان اهلينة في فلسطين مش بس كده انا عايز اكلمك على انه الشعب المصري نفسه سعيد جدا 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 بهذا الدور العظيم والتاريخي اللي بزلته الدولة المصرية للوصول لاتفاق وقف اطلاق النار انا وانا بتكلمكم حتى قبل ما نبدأ الحلقة على طول انا شايف قدامي زميلي هنا جوه لستوديو زملائي كلهم اول ما كنا بنعرض فيه النشرة دلوقتي مع زميلي رجائي وزملتي حكمة وبتتعرض هذه المشاهد لقطاع غزة كل زملاء الاعزاء فيه لستوديو واقفين قدام الشاشة بيتابعوا هذه الفرحة وهذا الاحتفال يا جماعة احنا بنتكلم على انه مصر قدرت انها تصل لهذا الاتفاق اللي كل العالم ظنة انه عمره ما هيحصل انا بكلمك وفي نفس الوقت بقولك انه انا معبري مفتوح من ناحيتي عشان اهو عشان اقدر اوصل هذه المساعدات حتى اللحظة يعني لحد من قبل ما يمكن ندخل معاكم على الهواء ولزال الموضوع مستمر اصال المساعدات الانسانية من مصر الى اهالينا في قطاع غزة فلسطين مستمر وسوف تستمر طول ما اهالينا محتاجين هذه المساعدات طول ما احنا وقفين في ظهرهم بل اقدر اقولك وقفين كتف بكتف مع اهالينا في فلسطين لن نترك فلسطين ابدا مصر لن تترك فلسطين مصر لا تترك اي شعب عربي على الاطلاق مصر لا تتخلى ابدا عن دورها التاريخي والمحوري والمركزي في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الاوسط بأسر الوسطات اللي تعاملت ما بين او بالادق المفاوضات اللي تعاملت والضغوط اللي مرستها مصر والمكالمات والمقابلات والاجتماعات على اعلى المستويات ما بين مصر وما بين كافة زعماء العالم وكافة قادتي الحقيقة لا توصف فما بالك كمان بالمفاوضات اللي كانت بتدار سواء اذا كانت مع المقاومة وحركة حماس ومع الجانب الاسرائيلي وما الى ذلك الضغوط اللي مرستها مصر ومصر دولة كبيرة اوي اوي ودولة تقيلة هي الدولة الاثقل الحقيقة ولولا الدور المصري ما كنا وصلنا الى هذا المشهد وطبعا كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى وبتوفيقه بس لانه المفاوض المصري والدور المصري هو الدور مش الاكثر نزاهة انا بقول لكم هو الدور النازيه على اطلاق المعنى مصر لا تريد اي شيء على الاطلاق سوى واحد استقرار المنطقة بأسراء اتنين استقرار الاوضاع والهدوء الكامل في فلسطين وصولا باذن الله سبحانه وتعالى في حياتنا جميعا وفي اقرب وقت ممكن نوصل لحل الدولتين اشتركوا في القناة